اهلا ومرحبا بكم كرس مجلس الوزراء اجتماعه المنعقد في العاصمة الموقعة عدا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لمناقشة اولويات دعم المعركة ضد الميليشيات الحوثية بالتوازي مع الاجراءات المتخذة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحسين الخدمات الاساسية واعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بدعم جبهات القتال ومواصلة الجهود لضبط التلاعب باسعار صرف العملة الوطنية وما اثمرت عنه الاجراءات السابقة من نتائج اضافة الى تعزيز الرقابة على المتلاعبين باسعار السلع الاساسية وتدارس المجلس تطورات الاوضاع السياسية على ضوء بيان مجلس الامن الدولي الاخير بشأن اليمن رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الامن والذي طالب بوقف فوري لاطلاق النار على الصعيد الوطني بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قيم على التوافق والمشاركة وفقا لاحكام قرارات مجلس الامن ذات الصلة واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعم الحكومة اليمنية لما ورد في البيان من ادانة اعضاء مجلس الامن الهجمات على اراضي المملكة العربية السعودية والهجمات المتزايدة على سفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الاطفال في الحرب في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف الدعم الشرعية في بلادنا العميد الروكنتروك المالكي ان قوات التحالف الجوية نفذت عملية عسكرية ضد اهداف عسكرية مشروعة بصنعاء استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المنشآت المدنية بالمملكة اكد العميد المالكي ان العملية العسكرية التي تم تنفيذها بتتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية واخذت بالاعتبار الاجراءات الوقائية لتجنب المدنيين اي اضرار جانبية مشيرا الى انه في حال استمرار وتماد الميليشيات الحوثية ومواصلة انتهاكات الجسيمة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية والبنية التحتية فعل الميليشيات الاستعداد لما هو اوسع واشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني اعلن تحالف دعم الشرعية في بلادنا مقتل 82 عنصرا ارهابيا من ميليشيات الحوثي في غارات جوية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب وقال التحالف انه نفذ 26 عملية استهداف منطقتين الكسارة والجوبة مادى الى تدمير احدى عشرة من الاليات العسكرية ومقتل اكثر من 82 عنصرا ارهابيا حوثيا شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما مباغتا على مواقع للميليشيات الحوثية في جبهات بجنوب مأرب وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة شنت هجوما خاطفا على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الايرانية جنوب محافظة مأرب وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الارواح والمعدات يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تحقيق الانتصارات الميدانية في عدة جبهات بالمحافظة وكانت ميليشيات الحوثية الارهابية قد تلقت خسائر فادحة في العتادي والارواح خلال الساعة الماضية بنيران قوات الجيش وغارات التحالف في جبهتي الجوبة وجبهة الكسارة جنوب وغرب مأرب ختاما شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم